أهلا بكم أعزائي المشاهدين كنا بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن صلاة يوم الجمعة وقلنا بمعنى نداء للتجمع المصلين وليس معناه يوم معين في الأسبوع حيث جاء في صورة الجمعة الآية 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع إلى آخره قد يكون هذا الجمع يوم الأحد أو الاثنين أو التلتة أو غيرها ولهذا يوم الجمعة عند الدروز الموحدون هو مساء يوم الخميس ويسمى كذلك ليلة الجمعة فصلاة الجمعة عند المسلمين تقام في اليوم السادس من الأسبوع وهذا ليس غلط ولكن يمكن القول أن المسلمين الأوائل تأثروا بعبادات أو بعادات العرب قبل الإسلام الذين اعتادوا أن يتجمعوا في أمور الحرب والسلم للمشاورة والمداولة فيما تتطلبه القبيلة كما تفيد المراجع الإسلامية فاليوم السادس من الأسبوع يسمى عند العرب بيوم العروبة ويقول الدكتور جواد علي في مفصله تاريخ العرب قبل الإسلام وكانت أي قريش تجمع في كل جمعة إلى كعب بن لؤي بن غالب فيخطب فيه يعني الموضوع لا يتعلق بالدين والعقيدة فأبدلوا كلمة العروبة بالجمعة والعروبة معناها غروب باللغة السيريانية من عربثة يقول الدكتور جواد علي أي مساء نهار مقدس وهذا صحيح لأن المقصود به يوم تسوق عند اليهود والعرب قابل بداية الشبط غروب يوم السادس أي الجمعة وبالتالي تسمية اليوم السابع بيوم السبت عند العرب دليل قاطع على تقديسهم لهذا اليوم اليوم السبت كاليهود ومن الطبيعي فالتسوق والاجتماع يكون يوم الجمعة أي يوم قبله بما أن العرب قبل الإسلام اختاروا يوم السادس كيوم للجماع فالدروس الموحدون فهموا أن الجمعة يكون في أي يوم من الأيام الأسبوع فاختاروا مساء يوم الخميس ليلة الجمعة لارتباطه بحدث تاريخ مهم وهو إعلان عن بداية هذه الفرقة أو هذه العقيدة فصلاتهم تشبه لحد كبير صلاة المسلمين في الحركات والسجود والركوع وكذلك لهم صلوات وأدعية تراتيلية شعرية رتبية الوزن والقافية أما فيما يخص القبلة فليس لهم قبلة محددة في اتجاه صلاتهم لأنه بحسب القرآن في صورة البقرة الآية 115 فأينما تولوا فثم وجه الله فيمكن للمصلين الدروز التوجه في صلاتهم نحو قبلة المسلمين مكة لكن من باب التقية فقط وسوف نرى لماذا عندما نتحدث عن موضوع الحج بالنسبة للصيام فالدروز الموحدون يصومون العشر الأوائل من دي الحجة والاحتفال يكون يوم عيد الأضحى أما رمضان يمكن للدرزي صيام العشر الأواخر منه نافلة أي ليس فريدة لنزول القرآن فيها وإذا صامت درزي شهر رمضان فهذا يكون فقط من باب تفعيل مبدأ التقية والسؤال المطروح هل يختلف الدروز في الصيام عن المسلمين أولا بالنسبة لهم استجابة للنص القرآني في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية 183 فالمسلمون لا يصومون كالذين من قبلهم من يهود ونصارى كما تأمر الآية والآية التي بعدها تقول بأن الصيام أياما معدودات وليس شهرا كاملا فعشر أيام من الصيام عند الدروز توافق الآية أما صيام شهر كامل فهو فهم خاطئ من المفسرين المسلمين للآية التي بعدها فمن شاهد منكم الشهر فليصم والمشاهدة تكون بالحضور والعيال وبالتالي الحديث عن رؤية الهلال وحضور معاينته وليس بالمعنى المتعارف عليه شهر كامل أي 30 يوما ولو أن هذا المعنى قد يكون إلا أنه يتعارض مع الآية 184 التي سبقتها أضف كذلك مسألة رفت إلى النساء كما تشير الآية 187 جاءت بالإفراد ليلة الصيام وليس ليالي شهر الصيام والآية 185 تفيد اليسر في الصوم وليس العسر وللتأكد من هذا الطرح أولا نسأل اليهود والنصارى عن الصيام عدد الأيام التي يصومونها بحسب عقيدتهم وكيف هو هذا الصيام بالنسبة لليهود هناك صيام فردي للتكفير عن الدنوب والخطايا أو جماعي كصيام أحداث عسيرة عاشها بن إسرائيل عبر التاريخ لكن بحسب التوراه نجد النبي موسى صام أربعين يوما عن الخبز والماء على جبل سناء كما يشهد سفر الخروج الإصحاح 34 العدد 28 وهذا النوع من الصيام لتقرب إلى الله لهذا جل اليهود لا يصومونه لعدم تصريح كتابهم المقدس بصيامه لكن هناك صيام إجباري لليهود وهو صيام قطاعي مثل صيام المسلمين لكنه يوم واحد فقط من غروب الشمس إلى الغروب المقبل وذلك في يوم الغفران يوم كيبور أو هاكي بوريم بحسب صفر اللاويين الإصحاح 16 من العدد 29 إلى العدد 34 فلو صادف هذا اليوم يوم السبت فيجب صيامه رغم أنه يوم السبت يوم راحة لا يجوز صيام فيه عادة يوم صيام جدلية بن أحكام وهو يوم صيام ذكرى موت جدلية بن أحكام وبداية الأصر البابليين لشعب بني إسرائيل فهو كذلك صيام قطاعي غير واجب بل مستحب يوم صيام ذكرى دمار الهيطة الأول تيشا بآف أي التاسع من آب العبري وهو صيام انقطاعي غير واجب يوم صيام تعانيت إستير وهو يوم دخول إستير على الملك أحشا ويرش بحسب صفر إستير ويبدأ الصيام من شروق الشمس إلى ظهور النجوم أي 12 ساعة تقريبا صيام يوم يود زيان بتموز أي يوم 17 تموز وهو صيام من أجل ذكرى أشياء محزنة حصلت كلها في اليوم السابع عشر من تموز للسنة العبرية مثل قصر الواح الشريعة من قبل موسى وحرق الحاكم بوستوموس التوراة الأصلية حسب الاعتقاد اليهودي ودمار المدينة وغيرها صيام العاشر من شهر تيفيت العبري يعني عصر بتيفيت أي ذكرى محاصرة البابليين لمدينة أرشليم وذلك بحسب حزقيا الأربعة وعشرين في هذا اليوم يمكن الصيام حتى إذا وافق يوم السبت صيام الفصح بساخ وهي تمانية أيام صيام عن كل شيء به خميرة أو يخمر لذكرى خروج من أرض العبودية أرض مصر نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر